عمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها لاستخدام خلايا أمنية وعسكرية بملابس نسائية إضافة لإدخال المرأة ضمن وسائلها ومخططاتها التخريبية في مدن البلاد خصوصا مأرب حيث تضاعفت محاولة الحوثيين بتوظيف المرأة وزيها للوصول إلى المدينة في ظل عجزهم السيطرة على المحافظة أغلب الخلايا التي ضابطتها الأجهزة الأمنية هم رجال بملابس نسائية وهذه ضمن الأساليب القذرة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي أنها تجعل خلايا تلبس اللبس النسائية ولا شك أن هذا مثل هكذا أعمال قذرة هذا بالنسبة الذين يتنكرون بملابس نسائية أما النساء فلأن النقاط الأمنية كما هو معروف بالنسبة للنساء لها خصوصيتها فبالتالي يرسلون النساء كخلايا نجحت قوات الأمن بضبط عدة خلايا حوثية مرتدية ألبسة نسائية على مدخل مدينة مأرب كما تمكنت من إفشال عمليات تفجير منشآت حيوية وتجمعات مدنية بواسطة بعض تلك الخلايا بحسب بيانات سابقة للأجهزة الأمنية استقطاب الأسر الفقيرة والمحتاجة وتجنيدها في صحوفها واستخدامها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرة الشرعية للأسف يستخدم الحوثيون المرهة اليمنية في الصراع بشكل غير أخلاقي ولا يمثل اليمنيين وقيمهم وأعرافهم تكشفت مساعي الحوثيين لإحداث تغييرات جوهرية لطبيعة وتركيبة المجتمع وحويته الوطنية والدينية متخطية الأعراف القبلية التي تولي المرأة وحضورها مكانة لائقة وتعاملا يضمن مزايا مضاعفة أثناء التنقل والسفر لكن الميليشيا صدرت المرأة خلال سنوات الحرب كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب حياة المرأة اليمنية ومكانتها إلى ما قبل سنوات الحرب كانت تحظى المرأة اليمنية بخصوصية تعزز مكانتها وشأنها في ذهنية الناس وتعاملاتهم لكن ميليشيا الحوثي عمدت إلى استغلال النساء والزج بهن في حربها ضد اليمنيين خصوصا في المناطق الملتهبة خلينا الطويل لبرنامج نقاط قناة بلقيس مأرب